اذا متابعين كرام في هذا الخبر العاجل والمهم خبر صراحة نكون بغير نتكلم عليه يوم امس لكن بحكم انني متواجد في مدينة الداخلة لم اكن على قدر الاستطاعة باش اني شارك معكم هذا الخبر لكن الان غير نتكلم عليه هو خبر مهم جدا وكنت انتظره بشغف صراحة يوم امس متابعين الكرام اعلنت وزارة الدفاع الامريكية على ان شركة لوكيد مارسن الامريكية المصنعة لصواريخ الاتاكامز بدأت في انتاج وتصنيع صواريخ الاتاكامز الباليستية الباليستية التكتيكية وذلك تفول الامامكم على الشاشة لصالح المغرب كما سبق وذكرنا كذلك العام الماضي متابعين الكرام قام المغرب باقتناء راجمات الهيمرز 18 راجمة او 18 نظام لراجمات الهيمرز معززة كذلك بصواريخ الاتاكامز الباليستية التكتيكية للمدى دياله هو 300 كيلومتر هذا الصواريخ متابعين الكرام صواريخ الاتاكامز شفنا ما قامت به في الحرب الروسية الاوكرانية حيث قام الاوكرانيين باستخدام هذا النوع من الصواريخ لوصاروخ الاتاكامز وقام بمجزرة بكل ما تحمل الكلمة بالمعنى ضد منظومات الدفاع الجوي الروسية بما في ذلك الاس 400 بما في ذلك الاس 300 بما في ذلك الاس 500 لانه قبل ايام قليلة فقط كانت هناك تقارير على ان روسيا نشرت منظومة او بطاريا لاس 500 في شبه جزيرة القرم ذلك نظرا على ان منظومة الاس 400 فشلت في مواجهة صواريخ الاتاكامز التي يطلقها الاوكرانيين بشكل متكرر سواء على مدينة البلغورود او على شبه جزيرة القرم اللي هي تتعرض لوابل من القسم من راجمات الهيمرس فبعد الفشل الكبير لمنظومات الاس 400 نشرت الروسية بطاريا لاس 500 وقبل ايام كانت هناك ايضا تقارير على ان الاوكرانيين استهدفوا القاعدة التي كانت تحتضن منظومات الاس 500 الروسية وحتى هذه اللحظة بطبيعة الحال لا يوجد تقارير او لا يوجد تأكيد على اصابة المنظومة لكن ما هو موثق لدينا بالصوت والصورة والتوتيق القاطع وهو تدمير الاس 400 في اكثر من مرة عن طريق صواريخ الاتاكامز هل تشعر هذه الصفقة بالنسبة للمغرب مهمة جدا صواريخ الاتاكامز هي صواريخ خطيرة جدا بكل ما تحمل كلمة من معنى صعب جدا ان يتم اعتراض هذا النوع من الصواريخ الباليسية والان يوم امس تم الاعلان رسميا عن بدء تصنيع صواريخ الاتاكامز لصالح المملكة المغربية بطبيعة الحال نحن نعلم على ان القوات المسلحة الملكية المغربية ستكون مشغلة لراجمات الهامارز بشكل رسمي مع العين متابعين الكرام على ان النسخة اللي حصل عليها المغرب من صواريخ الاتاكامز عفوا هي احدث نسخة من التي لدى الاوكرانيين الاوكرانيين حصلوا على صاروخ الاتاكامز بنسخته القديمة من مخزون الجيش الامريكي اما النسخة المغربية كما داكارت سوف يتم تصنيعها بشكل كامل يعني بنسخة جديدة بنسخة حذيثة وبالتالي متابعين الكرام المغرب سوف تكون له قدرة الضرب بصواريخ باليسية تاكسيكية بمدى 300 كم وليس فقط هنا نتحدث عن صواريخ الاتاكامز وراجمات الهامارز وانما كذلك نتحدث عن راجمات البورس التي سبقوا للمغرب والقوات المسلحة المريكية المغربية ان تسلم هذه الراجمات ومع صواريخ البريداتور هاوك التي يصلوا منها كذلك الى 300 كم وسوف تشكل قوة رادعة قوية مرعبة لأي عدو يفكر في مواجهات المغرب وانا صراحة كنتم انتظروا الاعلان الرسمي لبدل الانتاج سواء لراجمات الهامارز دي المغرب او لصواريخ الاتاكامز اللي تم الاعلان عنها يوم امس وبالتالي متابعين الكرام اعتبروا هذا الخبر مهم ومهم جدا وقد تكون بداية لحصول المغرب على قدرات الضرب الباليسية التاكسيكية ولما لا كذلك تجاوز المدى ديات 300 كم فهذه المسألة مهمة جدا متابعين الكرام خصوصا ان تكلمنا عن ان المغرب يريد توطين صناعة العسكرية في المملكة المغربية ونتحدث كذلك عن المشروع الذي وافق عليه جارية الملك محمد السادس وهو انشاء منطقتين للتسريع الصناعي العسكري في المغرب ومن بين الامور لغادي الشغل عليها المغرب او غادي الشغل علي القوة المسلحة الملكية المغربية وهو توطين صناعة ذخاء الراجمات السواريخ بما في ذلك ان شاء الله غادي نشوفوا تصنيع لبريداتور هاوك محليا في المغرب لما لا تصنيع لذخائر البولس لذخائر راجمات سينية تعمل في المغرب مثل البي اش ايل زيرو يعني زيرو تخوة الار دو ومجموعة من المنظومات الاخرى اللي غادي يتخدم في المغرب وغادي يكون تصنيع ذي الذخائر ديلا متموقعا في المغرب كذلك لما لا اننا را تطوير لهذه السواريخ بنسخة مغربية خالصة نظرا على اننا سندخلوا لهذا المجال للصناعة العسكرية اذا المغرب رسميا المنتبعين الكرام يدخل نادي الدول المشغلة لسواريخ باليستية تكتيكية ونتحدث هنا عن الاتاكامز وما ادركوا من الاتاكامز فالاتاكامز صاروخ مرعب جدا قدرته خطيرة جدا وبغض النظر عن ما حدث في اوكرانيا او في روسيا او في شبه جزيرة القرن فكنا نعلم جيدا على ان صاروخ الاتاكامز من الصعب جدا ان يتم الاعتراض ديالوبي منظومات الدفاع الجوي لماذا لان صاروخ الاتاكامز هو اصلا مصمم ليتجاوز منظومات الدفاع الجوي الرأس او هذا الصاروخ هو بحد ذاته يقوم بالمناورة يصل الى مرحلة ان يناورة لتجاوز منظومات الدفاع الجوي هل تشعلش الصاروخ هو صاروخ خطير جدا وحصول المغرب عليه غد يعطيه قوة كبيرة جدا وغد يخلي اي عدو مهما كان انه يفكر مليون مرة قبل ما يتجرأ على المملكة المغربية وطبع الان انتم تعلموا المتابعين الكرام اننا محاطنا بالاعداء ولا بد من التسليح ولا بد كذلك من التصنيع العسكري وهذا هو المصار اللي غادية فيه ان شاء الله فهذا الخبار هو مهم بغيت نشاركه معكم متابعين الكرام وبحكم انني متواجد في مدينة الدخلة في الصحراء المغربية كما شاهدتم في الفيديوهات السابقة قد اتأخر نوعا ما في تغطية بعض الامور وبعض الاحداث اللي هي مهمة او عاجلة كما اعتدنا عليها في القناة لكن في نفس الوقت بطبيعة الحال سوف نستمر في تغطية رحلتنا الى القانيمة الجنوبية المغربية وغد نصوره الواقع الذي لا يواجب نظام حضرات الجزائر ولا مرتزقة البوليزاريو ولا كذلك البصبعيين والجزائريين المستحمرين فهذا هو الخبر المتابعين الكرام اللي بريد نتكلم عليه ان شاء الله سنشوف مازال اخبار اخرى فيما يتعلق بصفقة تراجمات الهيمارز وبالمناسبة الصفقة التي اعلن عنها يوم امس هي صفقة فرعية لأنه كتكون هناك صفقة اصلية يتم الاعلان عنها من طرف وكالة التعاون الامني الخارجي دي الوزارة الدفاع ووزارة الخارجية الامريكية ثم كذلك كتجي الصفقات الفرعية اللي من خلالها يكون هناك تعامل مباشر ما بين المغرب والشركات المصنعة لهذا الاسلحة وهنا نتحدث على وجه الخصوص على لوكين مارتن اللي هي شركة امريكية معروفة بطبيعة الحلوة مشهورة في تصنيع الاسلحة مختلف الاسلحة سواء برية او جوية والاتاكامز هي من بين التحف اللي اشتغلت عليها شركة لوكين مارتن وشنال اداء ديالة كما ذكرتوا سابقا في الحرب الروسية الاوكرانية وصواريخ الاتاكامز في المغرب ستكون كذلك كما ذكرت قوة ضاربة قوة ردعية لأي احمق يفكر في التطاول على المغرب او التطاول على السيادة المغربية متابعين كرام خلوالي الاراء ديالكم والتعليقات ديالكم حول هذا الخبر سنشوفكم ان شاء الله قريبا جدا مع المزيد من الفيديوهات من المدينة الداخلة ثم قريبا كذلك الى مدينة العيون في الصحراء الغربية المغربية خلوالي التعليقات ديالكم والاراء ديالكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اراكم عما قريب